اشتركوا في القناة نعم زميلتي سمر اتواجد في مقار لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب في محافظة المحرك في مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين في اليوم الثالث على التوالي لتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية الاقبال مستمر للترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية نسبيا اليوم الاول حظية بنصيب الاسد من حيث اعداد المترشحين ومن المتوقع ان يشهد اليوم الاخير نسبة اقبال كبيرة من المترشحين بعد اتضاح الرؤية لعدد من المترشحين للحديث اكثر حول تطورات في محافظة المحرك سروني ان يكون معي الدكتور احمد محمد الحمادي رئيس لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب في محافظة المحرك دكتور لاحظنا اليوم وخلال الايام الماضية المشاركة اللافتة للمرأة في التقدم في الاقبال على الترشيح ما هي دلالات هذه الاقبال وكيف ترون انعكاسه على العملية الانتخابية بداية المرأة كانت ولا تزال تحت المكان مرموق ومكان عالي في مملكة البحرين المرأة البحرينية اثبتت جدارته في جميع المياني ابناء الدين وجميع السلطات سواء كانت في السلطة الغضائية او كانت في السلطة التنفيذية او في السلطة التشريعية الان بالنسبة للترشيح او بالنسبة لطلبات الترشيح كان عندنا عدد من النساء قدموا للترشيح عددهم عشرة عشر نساء تسع من النساء كانوا رشحوا لمجلس النيابي وعدد واحد من النساء ترشح للمجلس البلدي لو اردنا ان نرجع للوراء قبل هذه المرحلة سوف اتكلم عن مرحلة عرض جدول الناخبين كان المرأة ايضا دور فعال في فحص اسمها هل كان موجود من ضمن الناخبين والله ما كان موجود كان عندي ستين طلبة وستين اعتراض من عدد من النساء اما لعدم الادراج او لوجود مشاكل معينة ادى لعدم وجود الاسم في في جدول الناخبين هذا يدل على ان المرأة اصبحت واعية المرأة اصبح لها دور المرأة وجودها ليس الوجود فقط وانما وجودها اصبح للابراز والتميز المرأة ليس فقط همها ان هي ترشح او دورها فقط ان هي ترشح لا المرأة تريد ان ترشح المرأة تريد ان تنتخب ايضا فدور المرأة اصبح فاعل وميز وملحوظ سواء كانت مرشحة او كانت ناخبة نعم دكتور رحمد محمد الحمادي رئيس لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخابات في محافظة المحرق شكرا جزيلا لك اذا كان هذا ما لدي في هذا اليوم وعودة اليك زميلة شكرا جزيلا مراسلنا عمار العماري من محافظة المحرق وننتقل الى محافظة العاصمة حيث ينضم الينا الزميل عبد الرحمن المدفع اهلا بك عبد الرحمن لو تضعنا في صورة عملية استقبال طلبات المترشحين لهذا اليوم من محافظة المحرق عفوا من محافظة العاصمة نعم من محافظة العاصمة زميلة سمر احييكم في هذه التغطية المتواصلة وفي هذه النافذة اليومية التي نطل بها عليكم مشاهدين الكرام لنقل اخر تطورات تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب هنا في محافظة العاصمة من مقر لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب ومقرها مدرسة خولة الثانوية للبنات زميلة سمر اكثر من ستين مترشحا محتملا تقدموا رسميا بطلبات ترشحهم لعضوية مجلس النواب هنا في محافظة العاصمة هذه المحافظة التي من المتوقع ان تشهد منافسة محتدمة بين المترشحين في ظل كتلة انتخابية كبيرة جدا في محافظة العاصمة تبلغ اكثر من واحد وثمانين الف ناخب عليهم مسؤولية اختيار ممثليهم في السلطة التشريعية كما ذكرت وسائل الاعلام وايضا كما تم التداول في وسائل التواصل الاجتماعي ان هناك حذرا لدى اغلب المترشحين المحتملين لعضوية مجلس النواب هنا في محافظة العاصمة الذين اعلنوا نيتهم الترشح سواء في وسائل الاعلام او ايضا في وسائل التواصل الاجتماعي الجميع حذر الجميع يراقب الاوضاع والجميع يفضل الترشح في اليوم الاخير لتلقي طلبات الترشح الموافق ليوم الاحد الـ 21 من شهر اكتوبر الجاري وسنتواصل معكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية اليومية يسرني ان يكون معي سعادة القاضي فاطمة حبيل رئيس لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب هنا في محافظة العاصمة سعادة القاضي مساء الخير ونشكرش على وجودش اليوم معنا في هذه النافذة اليومية لاخر اخبار الترشح وتلقي طلبات الترشح هنا في محافظة العاصمة احدثينا ونحن وصلنا تقريبا الى منتصف العملية مضى يوما وتبقى يوما تقييم نصفي لهذه العملية كيف رأيتم الاقبال وايضا كيف رأيتم سلاسة الاجراءات والوعي لدى المترشحين ايضا بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بوجودكم معنا في المركز اليوم كثالث يوم لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب نجد ان الاقبال ما زال مستمر على المركز لتقديم طلبات الترشيح قد لاحظنا في اليوم الاول اقبال كبير وهذا هو المتوقع لليوم الاول من الانتخاب تلاته اليوم يعني تلال يومين تاليين باقبال جيد للطالبين الترشح ما زلنا بفتحين ابواب المركز لغاية الان باقي دقائق قليلة على نهاية اليوم وما زالوا الطالبين الترشح يتوافدون على المركز هذا اندل فان ما يدل على وعي من قبل الناخب ابتداءا لان احنا مثل ما ذكرنا في ايام سابقة طالب الترشح هو في الاساس ناخب مدرج في جداول الناخبين فوجودهم وتواجدهم وحرصهم على انه يتقدم للترشح فاندل فهو يدل على وعيه بهذه العملية نحن ندعو دائما الاشخاص من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على حمل المسئولية ان يتقدم ما زلنا في اليوم الثالث وعدنا يومين اخرين فالدعوة مفتوحة للجميع مما يجد في نفسه القدرة والكفاءة نعم سعدت القاضي نشاهد معك في الخلفية هناك عدد من المترشحين الذين يتقدمون بطلبات الترشح رسميا لعضوية مجلس النواب هنا في محافظة العاصمة ماذا بعد الخروج من هذه القاعة ماذا بعد التقدم رسميا بطلب الترشح كمترشح محتمل لعضوية مجلس النواب المترشح بمجرد ما يقدم طلب الترشح يتم اخباره مثل ما ذكرنا بانه تم قبول طلب الترشح شكليا بعد ما يخرج من الصالة امام اللجنة الفترة المحددة وهي لغاية تاريخ 21 اكتوبر للبت في طلبه اما قبولا او رفضا في الايام هذه من يصدر قرار بشأن طلبه راح توصل رسالة مسج بموضوع اللهوة هل تم قبوله او رفضه في اليوم من 22 من شهر اكتوبر راح تعرض الله هي جداول المرشحين فمن يجد ان اسمه مدرج فهذا يعني شي جيد من يجد ان اسمه غير مدرج ولديه الرغبة في تقديم الاعتراض فراح تكون فترة الاعتراض من 22 لغاية 24 اكتوبر من ادرج اسمه وجد ان هناك من هو مدرج معه في نفس الدائرة فمن حق الاعتراض ايضا في المدد التي قررناها سابقا ماذا عن الموظفين العامين سعد تلقاب بامكان الشخص مثل ما ذكرنا بمجرد ما تعرض الكشوف في تاريخ 22 ان يطلب الافادة من اللجنة بانه تم قبول طلب الترشح اللهوة الاولية هذه الجداول الاولية ما بتكون جداول نهائية اللجنة راح تمنحها افادة تفيد انه تم قبول الترشح فمنها يأخذ هذه الافادة الى جهة عمله للحصول على الاجازة باعتبار ان الموظف العام لا يستطيع ان يباشر اعمال الوظيفة العامة في هذه الفترة فهو ممكن انه يستلم مثل هذه الافادة في تاريخ 22 اكتوبر شكرا جزيلا سعدت القاضي فاطم حبيل هذا كل ما لدي زميلتي سمر وسنتواصل معكم حتى يوم الاحد باذن الله ال 21 من شهر اكتوبر لنطلعكم على كافة التفاصيل المتعلقة بتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب هنا في محافظة العاصمة نعم شكرا جزيلا لزميل عبد الرحمن المدفع من محافظة العاصمة ومن المحافظة الشمالية ينضم الينا من هناك زميل يحيى العمري يحيى بالامس سجلت المحافظة الشمالية اعلى نسبة في عدد مقدمي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب كيف هو الاقبال لهذا اليوم نعم زميلتي سمر بالفعل لازلت متواجد هنا في مدرسة مدينة حمد الابتلائية للبنات حيث هذا المقر شهد كما تفضلت اقبالا كبيرا خلال اليومين السابقين حصد اعلى نسبة او اعلى ارقام في الترشح للمجلس النيابي والمجالس البلدية كذلك هذه المحافظة شهدت اقبالا اليوم ربما كان في الساعات الاولى من فتح مقر تسجيل المترشحين كان قليلا ربما لانه بدأ بالتزايد في الساعة الثانية والثالثة الآن نشهد هنا بعض المشاهد للمترشحين الذين يقومون بعملية تسجيلهم ربما وصل العدد حتى الآن بحسب ما اخبرتنا اللجنة الى 140 مترشح الى المجالس النيابية والبلدية معا خلال الايام الماضية كذلك هناك منافسة كبيرة ربما في بعض الدوائر لارتفاع عدد المترشحين فيها بلغ في الدائرة الرابعة اكثر او قرابة الخمسة عشر مترشحا نيابيا ربما هذا يمهد الى عملية انتخاب ربما تكون محتدمة في بعض الدوائر كالدائرة الرابعة والدائرة الخامسة كذلك بحسب ما اخبرتنا اللجنة الاشراف اللجنة الاشراف ايضا بالتعاون مع الرقابة على عملية الانتخاب هناك تتيح ايضا لبعض الجهات الرقابية للرقابة على سلامة الاستفتاء والانتخاب للحديث اكثر عن هذا الموضوع معي سعادة القاضي محمد مرزا امان رئيس لجنة الاشراف على الاستفتاء والانتخاب سعادة القاضي تحدثنا اكثر عن دور الرقابة في الاشراف على عملية الانتخاب ودورهم ايضا في اضاح مدى الشفافية ومدى النزاهة التي تحظى بها انتخابات مملكة البحرين ومنذ الفسط الاول منها وها نحن نشهد الفسط الخامس اهلا وسهلا فيكم مرة اخرى في التلزيون البحرين الرقابة الاولى على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية هي الرقابة القضائية الموجودة التي تشكل كل اعضاها من اعضاء السلطة القضاية سواء كانوا ابتداء من اللجنة العليا حتى رأسال الأجان الفرعية وهذه الرقابة الاولى وتعطي الضمانة للناخب للمرشح الى المراقبين من الخارج والداخل الطمأنينة للسلامة الانتخابات الموجودة في المملكة البحرين سعادة القاضية تحدثنا اكثر عن هدف هذه الرقابة ودوركم ايضا لنبينه لمشاهدنا الكرام دور القضاء سدى القضاء في مختلف اللجان ومختلف المحافظات في تسهيل هذه العملية عملة الرقابة وعملية اضاحيها للمتابعي ومن يصل ايضا هنا للترشح وللناخب الذي سيقدم على عملية الانتخاب في توقيتها الذي ستعلمون عنه لاحقا ما هو دوركم في تسهيل هذه الاجراءات وكيف تتم وما هو هدفها مثل ما قلت لك قبل شوي ان الرقابة القضائية هي الطمأنينة الاولى للناخب والمرشح الموجود يعني يعطي الطمأنينة في المشاركة الموجودة ويعرف ان العملية الانتخابية بالتم وفق الرقابة القضائية يعني من حق العضاء الموجودين كرأساء اللجان الفرعية الاشرافية وعضاء اللجنة العليا كلهم جمع من القضاء وحتى الطعون التي تقدم مثلا للاعتراض على قرارات اللجان هذه تنظر أمام محاكم قضايا بحرينية وهذه التعطيط الطمأنينية للجمهور إلى الناخب للمرشح ولكن هل تطلعنا أكثر على هذه الجهات التي من المسموح لها أن تراقب انتخابات مملكة البحرين البلدية والنيابية؟ هو طبعا أي جمعية تحب أن تشرف على الرقابة في العملية انتخابية تقدم بالطلب إلى اللجنة العليا لإعطاء الموافقة على حضرها للرقابة وبالعكس هذا الطلب مفتوح يعني للجميع سواء الجمعيات موجودة في البحرين ولا خارج البحرين تقدم بالطلب إلى اللجنة العليا شرف على سلامة الانتخاب وتأخذ الموافقة عليها هل تطلعنا أكثر على معلومات متى ستبدأ هذه الجمعيات عملها وكيف ممكن للمواطن أن يستفيد منها أكثر؟ هي عملية الجمعيات أو الجهات التي تقوم بالمراقبة على العملية انتخابية تكون في يوم الانتخاب تكون حضور موجود يعطين الباشرهم عملهم في الرقابة هذه سعادة القاضي محمد مرزمان شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات الوافية مشاهدنا الكرام تبقى هذه المحافظة تشاهد أو تشهد إقبالا ربما يعد في الأوقات التي نراها الآن كثيرة ربما نشاهد هذه المشاهد بعض المترشحين للمجالس البلدية والنيابية ينتهون من الإجراءات النهائية لتسجيلهم كمترشحين هذه المرحلة الأولى هنا لاستلام الاستمارات الرسمية وملء البيانات وثم المراحل الأخرى التي من اللازم عليه أن ينهي إجراءاته فيها وكذلك ربما تنتهي عملية التسجيل المترشح في هذا المكان مرورا بالتأكيد في اللجنة الإشرافية التي يرأسها سعادة القاضي محمد مرزمان زميلتي سمر هذا كل ما لدي الآن بما يتعلق بالمحافظة الشمالية بالتأكيد بحسب ما أكد لنا المحللون أن الأعداد ستزيد للمجالس النيابية المترشحين للمجالس النيابي نعم وضحة الصورة نعم زميلي يحيى العمري من المحافظة الشمالية شكرا جزيلا لك والآن نتحول إلى زميل بسام البدوي المتواجد حاليا في المركز الإشرافي بالمحافظة الجنوبية بسام كيف تسير عملية استقبال طلبات الترشح في اليوم الثالث من بدئها في محافظة الجنوبية أهلا سامة رحيكي وحيي السادة المشاهدين نتواجد لليوم الثالث على التوالي هنا في المقر الإشرافي التابع للمحافظة الجنوبية لا زالت التقطية مستمرة لهذه المحطة الهامة من رحلة انتخابات 2018 بلا شك هي مرحلة هامة مرحلة أيضا تعتبر مرحلة مفصلية بالنظر إلى أهميتها ودورها في تسليم أو في تسلم الطلبات الترشيح للمجلسين النيابي والبلدي بالتالي أيضا عرض هذه القوائم بشكل نهائي وبشكل رسمي بعد انتهاء من هذه المرحلة ومن ثم مرحلة الطعون ينتظر الناخب بلا شك هذه القائمة بفارق الصبر ليمارس حقه هو الآخر في الانتخاب واختيار الأكفأ أو اختيار من يراه مناسبا لتمثيله في قبة البرلمان أو في المجلس البلدي أكثر من 78 ألف ناخب هنا في المحافظة الجنوبية ينتظرون هذه القوائم بلا شك بشعار نلبي الواجب الذي أطلقته اللجنة المنظمة العليا للانتخابات 2018 حرص المترشحين على الحضور إيمانا بينهم عفوا بأن هذا الشعار فقط لا يقتصر على يوم التصويت ولا يقتصر على الناخب إنما أيضا يلبي الواجب من يرى في نفسه الكفاءة يلبي الواجب من يرى ومن يقدم مصلحة الوطن والمواطن في انتخابات 2018 إذن اليوم الثالث شهد أقبالا نسبيا أقل نسبيا من اليوم الأول بالطبع ولكنه عدد لا بأس به أيضا لليوم الثاني قلبت كفة المترشحين للمجلس البلدي عن كفة المترشحين للمجلس النيابي بالتالي أيضا تقوم هنا اللجنة المنظمة بعمل لازم لتذليل الصعوبات ولتسهيل عملية تقدم الترشح لأسادة المترشحين أصداء طيبة أصداء جيدة سمعناها من المترشحين فيما يخص بعمل اللجنة المنظمة وفيما يخص أيضا بعمل التوعية اللازمة لهم فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة والاشتراطات وفي الكثير من النواحي المتعلقة بهذه المرحلة الهامة سنلقي المزيد من الضوء حول هذه الاشتراطات وحول سير العملية هنا في المقار الإشرافي للمركز الإشرافي في المحافظة الجنوبية ينضم إلي الدكتور علي الشويخ وهو رئيس اللجنة الإشرافية الاحتياط نرحب بك في نشرة الثامنة دكتور علي جهود جبارة تقومون بها الحقيقة هنا في المركز الإشرافي ولكن هل تحدثنا وكيف تقيم سير العملية اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم نفس ما بيننا الإقبال اليوم جيد والإجراءات سلسة ومنظمة بدأ من استقبال الترشح والسلام المستندات منه والتأكد منها ثم انتقال لمرحلة ثانية وهي مرحلة وضع المستندات ووضع البيانات داخل النظام الآلي والمرحلة الأخيرة وهو عرض المستندات على اللجنة من أجل البت في استيفائها للشروط القانونية المتطلبة من عدمها من ناحية قانونية هل يتضمن أو تتضمن القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية خصوصا في هذه الفترة المهمة كما تفضلت هل تتضمن أي أفعال مجرمة تقوم على إثرها اللجنة باستبعاد المترشحين؟ طبعا نحن لا نستبعد المرشحين إلا إذا لم يتوفر لديه الشروط المنصوص عليها قانونا أما بالنسبة للشيق المتعلق بالجرائم بالفعل تضمنت القوانين المتعلقة بالسير العملية الانتخابية وهي الأهم من القوانين قانون ضاشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسية الشورى والنواب وقانون البلديات والقرارات المنفذة له بعض الجرائم وهي مثلا تزوير في المستندات المقدمة أو إدخال بيانات غير صحيحة سواء في كشوفات الناخبين أو أثناء تقديم المستندات أو إهانة أحد أعضاء اللجان الإشرافية أو اللجان الفرعية مستقبلا بعد الاختراع والفرز كذلك تضمن قانون البلديات بعض الجرائم فيما يتعلق بالإعلانات إذا تم تمزيقها أو تم إزالتها طبعا هذه الاشتراعات تنصرف على كل شخص يجب عليه التزام بتلك الشروط في هذه الفترة تتردد كثيرا في وسائل الإعلام عن قيام اللجان الإشرافية بإخضاع بعض المترشحين لامتحان لقع عربية هل توضح لنا هذه العملية؟ من ضمن الاشتراطات المتطلبة للمترشح سواء في المجلس النيابي أو المجلس البلدي أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة بالتالي يجب على اللجنة التأكد من هذا الاشتراط نقوم به بكافة الوسائل سواء نقوم بطلب منه القراءة أو الكتابة إذا ما استلزم الأمر ذلك وذلك من أجل التحقق من توفر كافة الشروط القانونية المتطلبة للمرشح النيابي والبلدي دكتور علي لشويخ رئيس اللجنة الإشرافية في المحافظة الجنوبية الاحتياط شكرا جزيلا لك شكرا شكرا إذن زميلتي سمر اشتراطات عديدة من الواجب توفرها لدى المترشح أثناء تقدمه بطلب الترشح للمجلس النيابي والبلدي دعيني أيضا أصف لك تواجد الإعلامي هناك تواجد إعلامي كثيف منذ اليوم الأول ويقومون الحقيقة بعمل التقطية اللازمة وبلقاء المترشحين فور خروجهم من قاعة تقديم الطلبات وذلك لأن كما تعلمين أن الناخبين يعولون كثيرا على وسائل العالم في هذه الفترة والإطلاع أكثر على البرامج الانتخابية ليتم في النهاية ممارسة حقهم في اختيار الأكفاء والأجدر للوصول إلى قبة البرلمان أو للمجالس البلدية هذا كل ما لدي اليوم وأنتقل إليكي شكرا جزيلا لك الزميل بسام البدوي والشكر موصول لبقية مراسلين المتواجدين في المراكز الإشرافية التابعة للمحافظات الأربع وبالتأكيد سنستمر في التواصل مع شبكة مراسلين المتواجدين في المراكز الإشرافية التابعة للمحافظات الأربع حتى انتهاء فترة تلقي الطلبات طلبات الترشح يوم الأحد المقبل